عاجل حريك في كنيسة الأنبابولة بمصر الجديدة والحماية المدنية تدفع بسبع سيارات إطفاء ياريت في البداية ندعم القناة بالضغط على لايك وعلى شير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركوش وتفعيل زر الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة للقناة تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل كنيسة الأنبابولة بمنطقة مصر الجديدة دون وقوع أي إصابات وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة الأنبابولة بدائرة اسم شرطة مصر الجديدة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسبع سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض قردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي الوحدات السكنية المجورة وتمت عملية إخماد الحريق وكشف مصدر بكنيسة الأنبابولة بمصر الجديدة تفاصيل الحريق الذي شب اليوم بالمبنى الذي تقع به الكنيسة حيث أن الحريق شب في الطابق الثاني من المبنى وهو عبارة عن مكاتب إدارية ومخزن وغرفة كناسية مشيرا إلى أن الحريق لم يصل الكنيسة التي تقع بالطابق الأرضي والطابق الأول وأضاف المصدر أن قوات الدفاع المدني قد نجحت في السيطرة على الحريق الذي نشب فيه الطابق الثاني قبل انتقاله لباقي الطابق الأخرى وأنه في هذا التوقيت كانت الكنيسة الموجودة بالطابق الأرضي والطابق الأول مغلقة ولم يصفر الحريق عن أضرار بشرية حيث انحصرت الخسائر في الطابق الثاني وهي خسائر مادية في بعض الأساس والمحتويات داخل المخزن وعشار المصدر الكنسي أن جاية التحقيق قامت برفع الأدلة الجنائية وتفريغ الكاميرات لكشف أسباب الحريق وتتكون الكنيسة من أربع طوابق تقع الكنيسة الرئيسية والمسبح الرئيسي في الدور الأرضي والدور الأول